السلام عليكم مشاهدي قناة قوي عقلك هل فكرت يوماً فيما تستطيع الحصول عليه مقابل مليار دولار؟ وهل ما تستطيع شراءه في بلد تجده بنفس التكلفة في بلد آخر؟ دعونا نكتشف ذلك معاً في هذا المقطع ونطوف العالم بداية من الهند ونرى ما نستطيع الحصول عليه مقابل مليار دولار فلنبدأ في الهند وفي مومباي بالتحديد يقع أغلى مبنى سكني في العالم يطلق عليه اسم أنتاليا يمتلكه ملياردير هندي يسمى موكيش أمباني والذي تقدر ثروته بـ 22 مليار دولار تم إطلاق هذا الاسم على المبنى نسبة لاسم الجزيرة الأسطورية في المحيط الأطلسي هذا المبنى تكلفته مليار دولار وربما تزيد مع مساحة 400 ألف قدم مربع يتكون المبنى من حوالي 60 طابقاً به مسرح يتسع لخمسين شخصاً وثلاثة مهابط للطائرات الخاصة وستة طوابق لوقوف السيارات ولحفاظ على كل هذا يوجد 600 موظف في المبنى بالكامل هل تعتقدون أنه يستحق مليار دولار؟ اكتبوا أراءكم في التعليقات من الهند إلى لندن لا بد أنكم تعلمون عن أي مكان سنتحدث إنه قصر باكينغهام القصر الملكي الذي يستحق أكثر من مليار دولار والذي لا يوجد مبنى آخر يضاهيه في لندن وبعيداً عن أثاث القصر التاريخي الذي لا يقدر بثمن دعونا نتجول داخل القصر ونعرف عدد القرافي وغيرها بالداخل يحتوي القصر على 52 غرفة ملكية ومائة وثمان وثمانين غرفة ضيوف وثمانية وسبعين حماماً واثنتين وتسعين مكتباً إلى جانب تسع أشرة غرفة فاخرة وغرفة للموسيقى وقاعة رقص وأفضل ما تستطيع رؤيته هي غرفة العيش هذا عن الداخل أما عن الخارج فتغطي الحدائق أربعين فداناً حول القصر هل تتخيلون الأمر؟ إذا فكرنا ملياً سنجد أن الحدائق المحيطة بالقصر فقط تساوي مليار دولار ألا تعتقدون ذلك؟ البلد القادم هو فرنسا الذي يحتوي على فيلا ليوبولدا والتي تقدر قيمتها بـ 1.2 مليار دولار أما عن سبب التسمية بهذا الاسم فهو نسبة إلى الملك ليوبولدا الثاني من بلجيكا الذي حصل عليها في أواخر التسعينيات هذا المكان له تاريخ عريق حيث كان يستخدمه كمستشفى عسكري في الحرب العالمية الأولى وظهر في فيلم الحذاء الأحمر ومساحته 29 ألف قدم مربع يضم 11 غرفة نوم وأربعة عشر حماما واثنين من بيوت الضيافة وحمام السباحة وثمانية عشر فدانا من الحدائق ولا عجب أنهم يمتلكون خمسين بستانيا للعناية بهذا الكم الهائل من الأشجار إلى جانب مائة عامل داخل الفيلا في موناكو يوجد برج يسمى برج أوديون وهو واحد من أفخم الأبراج هناك وإذا أردت الحصول على شقة بنت هاوس فيه عليك دفع مليار دولار للتوضيح مصطلح بنت هاوس يطلق على الشقق الموجودة في الطوابق العليا من المبنى السكني والتي تحتوي على وسائل عديدة للترف وهذا هو أكثر ما يميزها عن الشقق الأخرى لكن المفاجأة أنك لن تحصل على شقة واحدة فقط بهذا المبلغ لكنك تستطيع امتلاك طابقين أيضا ستحظى بالسقيفة في الهواء الطلق مع شريحة مائية ضخمة من طابقين إلى جانب خمس غرف نوم رائعة وأجمل ما في الأمر هو إطلال النوافذ على هذه المناظر الخلابة من بحر الليغوري يشتهر حي بيل آير بكاليفورنيا بمساكنه الفخمة وإذا كنت تمتلك مليار دولار لا يمكنك شراء قصر واحد بل قصرين من أفخم القصور هناك منها هذا القصر الذي يطلق عليه اسم ذوان والذي تبلغ قيمته خمسمائة مليون دولار هذا هو الثمن القصر الذي تبلغ مساحته مائة ألف قدم مربع والذي يحتوي على ملها للي وأربعة حمامات سباحة وصالة بولنغ إلى جانب مناظر كاليفورنيا الخلابة والقصر الآخر يسمى المليار دير والذي وصلت تكلفته إلى مائتين وخمسين مليون دولار ومساحته ثمانية وثلاثون ألف قدم مربع يضم اثنتين عشرة غرفة نوم وواحد وعشرين حماما وثلاثة مطابخ وغرفة السينما بها أربعون مقعدا وحمام سباحة وصالة بولنغ وغيرها من الرفاهيات المطلقة إذا كنت من محب شراء الأراضي فعليك الذهاب إلى لوس أنجلوس حيث يمكنك شراء جبل ضخم بمليار دولار تبلغ مساحة الأرض مائة وسبعة وخمسين فدانا من الأرض المطورة وهي من أغلى العقارات في تاريخ لوس أنجلوس والسبب هذا المشهد من هذا الجبل تستطيع رؤية لوس أنجلوس كاملة تقريبا ليس ذلك فقط بل تستطيع رؤية منظر خلاب لولاية كاليفورنيا أيضا وأجمل ما في الأمر أنك تشتري خصوصيتك حيث إن الجبل يعتبر من أعلى قمة من قمم لوس أنجلوس فلا مكان هنا للمتطفلين وتستطيع بناء منازل وقصور كما تشاء وإذا كان ارتفاع الجبل غير كاف لك يمكنك تشيد منزل بطول 48 قدما ليعطيك رؤية أفضل وأجمل حاول العمل على جمع هذا المبلغ فهذه فرصة لن تتكرر مرة أخرى ربما تكون ممن يخافون من المرتفعات لذا جئنا لك بهذا العرض المذهل لا نستطيع أن نقول عليه يختن فخما بل هو قصر عائم وهو ثاني أغلى يختن في العالم تكلفته بين 800 مليون دولار ومليار دولار ونصف وهو ملك مليارتير روسي يعد ثاني أكبر يختن في العالم حيث يصل طوله إلى 536 قدما ويحتوي على 24 من أفخم الكباء واثنين من حمامات السباحة ومهبطي طائرات عمودية لسهولة الخروج من اليخت والعودة إليه ليس ذلك فحسب بل هناك ثلاثة من قوارب الإطلاق وهواصة صغيرة تصل إلى 50 مترا تحت السطح الماء أما من الناحية الأمنية فهو مجهز بالكامل كما يوجد نظام دفاع صاروخي ونوافذ مضادة للرصاص إنه حقا الفرصة الذهبية نعود إلى موناكو مرة أخرى لكن هذه المرة مع هذا اليخت الرائع ويكفيك أن تعيش في موناكو ولو لبعض الوقت والتي تعد مدينة عائمة مليئة بالمناظر الخلابة مثل منطقة الواحد المذهلة أما عن اليخت فهو يضم حممات سباحة وجاكوزي ومكتبة ومسرح وقاعة رقص وغرفة طعام وغرف نوم لكبار الشخصيات كما يحتوي على منتج صحي وصالونات تصفيف الشعر ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ وإن كنت من الذين يعشقون الهدوء فهذه الجزيرة هي الاختيار الأنسب لك تقع هذه الجزيرة قبالة السواحل نوفا سكوتيا تحتوي هذه الجزيرة على فندق فاخر خاص تبلغ قيمته 21 مليون دولار يحتوي الفندق على ست غرف نوم لكل واحدة منهم اسم وتمت تسميتهم على أسماء فنانين أوروبيين هذا في الطابق الأول أما الطابق العلوي فيحتوي على مرصد إلى جانب العديد من طاولات الطعام الفاخرة وصالات مريحة ومدافئة تنتشر في جميع الفندق فإذا كنت تمتلك مليار دولار فأنت لا تستطيع شراء القصر فقط بل تستطيع شراء الجزيرة بالكامل ومعها طائرتك الخاصة أيضا مثل طائرة بوينغ VIP 8 747 لكبار الشخصيات والتي تبلغ قيمتها 558 مليون دولار تبلغ مساحة مقصورة الطائرة 1458 مترا تضم مكتبا خاصا فسيحا وغرفتين معيشة وغرفة طعام وجناحا رئيسيا وحماما وزوجين من غرف الضيوف أخيرا إذا كنت لا تريد إنفاق أموالك على الممتلكات فهناك خيارات أخرى كثيرة منها شراء فريق رياضي رغم أن عدد الفرق الذي تستطيع شراءها ببليار دولار مثل فريق بلاك هوكس للهوكي في شيكاغو وإذا أردت فريقا بسعر أقل فيمكنك شراء فريق بوستون برونيس التي تبلغ قيمته 925 مليون دولار أو فريق مايامي مارلينز والذي تبلغ قيمته 980 مليون دولار اخبرونا في التعليقات أي مكان تريدون أن تشتروا وفي أي دولة في العالم شكرا لكم على المشاهدة ونرىكم في مقاطع مقبلة إلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة